أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث مخصصة للوقوف على ما يحدث في عدن وأبعاد تصريح وزير الداخلية حول الانقلاب المدعوم من دولة الإمارات وصمت الصعود اتهم نايب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري دولة الإمارات بالانقلاب على الشرعية وإسقاط الدولة في العاصمة الموقعة عدن الميسري أقر في كلمة وجهة إلى الشعب عبر فيديو قصير من عدن أقر بهزيمة الحكومة مضيفا أنها لن تكون المعركة الأخيرة ووصف الميسري صمت الرئاسة اليمنية تجاه أحداث عدن بالمريب قائلا إن مؤسسة الرئاسة والسعودية لم توفق في صمتهما لأربعة أيام عندما كانت الإمارات تذبح الشرعية في عدن من الوريد إلى الوريد في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين إلى أين يتجه المشهد في الجنوب بعد أحداث عدن؟ وماذا يعني صمت الرئيس هذه والسعودية عما جرى؟ نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا الإمارات ومن غيرها فهي التي نفذت انقلابا ضد الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن هذا ما تحدث به وزير الداخلية نائب رئيس الوزراء أحمد الميسري مسجلا للتاريخ الفصل الأخير من المعركة نحن نقرب الهزيمة ونبارك الإشقاء في الإمارات العربية المتحدة النصر المبين علينا ولهذا فإننا لن تكون هذه المعركة النهائية ولن تكون الأخيرة هاي نحن ذاهبون لنعود سجل الميسري كلمته الأخيرة وهو يغادر مطار عدن بعد أربعة أيام من المعارك التي شهدتها المدينة بين قوات الحزام الأمنية الموالية للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات وقوات الحماية الرئاسية الموالية للحكومة لن نترك هذا الوطن للعابدين وسنظل نناضل للدفاع عن الحق ونصرة الحق مهما كلفنا ذلك ما دام في عروقنا تسير الدماء لم تكن قسوة الهزيمة هي من دفعت بالمحارب الأخير لتهنئة الإمارات والموالين لها بالنصر فالحرب سجال غير أن الأقسى كان الصمت المريب للرئيس هادي تجاه الأحداث قال الميسري وهو يمضي إلى الرياض إن مؤسسة الرئاسة والسعودية لم توفق في صمتهما لأربعة أيام عندما كانت الإمارات تذبح الشرعية في عدن وهما من يفترض أن يقف في الصف الأول ضد توغل الدولة التي وجدت في اليمن ساحة فسيحة لممارسة هوايتها بصناعة الإنقلابات والوقوف خلفها كلمة الميسري كانت النقطة الأخيرة لسيطرة الحكومة على المدينة فالإمارات كانت قد خططت ومولت الإنقلاب على الحكومة وكان المشهد يذكر اليمنيين بسقوط العاصمة صنعاء بيد الحوثيين في سبتمبر 2014 ففي نهاية يونيو الماضي أعلنت الإمارات وهي القوة الثانية في التحالف الذي تقوده السعودية انسحابها من اليمن بعد أن دربت 90 ألف جندي من الموالين لها ويومها خرج أحد مسؤوليها وهو يتحدث بأن ذلك أحد النجاحات الكبيرة لها وبعد شهر واحد كانت قوات الحزام الأمنية الموالية لها تسيطر على مدينة عدم بالكامل بعد أربعة أيام من المعارك الضارية ضد قوات الحماية الرئاسية الموالية للحكومة أجدد ترحبكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث كما ورحب بمن ينضم إلينا من جدة مستشار وزارة الإعلام السيد مختار رحب يهلا بك سيد مختار بداية كيف تنظر إلى واقع ما قاله وزير الداخلية أحمد الميسري نعم أولا نساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام وبيتك الكرام جميعا نائد رئيس المزراء وزير الداخلية تحدث بكل شفافية وتحدث بكل فراحة وشرح من نبي حدث قوال الفترة الماضية منذ بدأ انقلاب الميليشيات العنصرية القروية السادة لدولة الإمارات وتحدث عن الخضلان الذي اتعرض له في الميدان وأيضا عن الصمت وتحدث عن الدعم المهول والكبير الذي قدمته دولة الإمارات لهذه الميليشيات والتي وصلت إلى أربعمائة مدرعة حسكرية وأيضا مائة طقم حسكري تم تسليمها للمنشاوي صالح السيد الذي قام بحصار اللواء الرابع سماري آشوة بقيادة محران قباطي بالتالي الواقع هو الذي تحدث ما الذي حدث ونائد رئيس المزراء شرح بحرقة وتحدث في وقته وهو بعد معارف وبعد نضال وبعد صمود أسطوري له داخل مدينة عدن وبالفعل المعركة يوم لك ويوم عليك وهذا لا يعني انتهاء الدولة والانتهاء الشرطية إنما هو قصل من فصول الصراع مع هذه الميليشيات ومع هذه العصابات التي تحاول السيطرة على البلد في الشمال وفي الجنوب يعني السيناريو الذي حدث في مدينة عدن هو نفس السيناريو الذي حدث في العاصمة صنعات 2014 نفس الشعارات التي رفعها الحوثيون رفعتها هذه الميليشيات نفس الاتهامات التي رفعها الحوثيون رفعتها هذه الميليشيات نفس الطريقة في محاصرة الألوية العسكرية وأيضاً في محاصرة القصر الرئاسي في صنعاء حدث نفس هذا السيناريو في مدينة عدن بالسيطرة على المعسكرات وبعد ذلك الانتقال إلى القصر الرئاسي الذي لم يدخلوا حتى هذه اللحظة يوجد هنا قيادة أسكرية من اللواء من الألوية التنحن الرئاسية هم سيطروا فقط على البوابة الأولى للقصر المعاشيك ولم يستطيعوا أن يتعدوا البوابة الأولى حتى هذه اللحظة تفضل بالبقاء معي سيد الرحبي أرحب بمن ينضم إلينا من القاهرة الباحثة السياسية سيد ماجد المذحجي أرحب بك سيد المذحجي إذن وزير الداخلية أحمد الميسري يقر بهزيمة الحكومة لكنه يقول أنها لن تكون المعركة الأخيرة كذلك يقول أن مؤسسة الرئاسة والسعودية لم توفق في صمته مالي أربعة أيام عندما كانت الإمارات تذبح الشرعية في عدن من الوريد إلى الوريد كيف تقرأ هذه التصريحات في سياق ما يجري على الأرض؟ مرحبا بداية أنا بالتأكيد هذه التصريحات فقط الميسري هي لا تضيف جديدا تقول أساسا أننا كان لبقاء العامي تناول أنه كان هناك صمت على مدى أربع أيام من المملكة وناهي كان أساسا الصمت المفجع للرئيس هذه ورئيس الحكومة ونائب الرئيس يعني المؤمر لا يتعلق فقط بالرئيس هذه بل بكل الطاقم الذي يدير البلد بكل تشكيلاته يعني وأيضا على الرغم من الصمود المهم واللافت كان للميسري والجباني وغيره وغيره لكن هذا تشل له علاقة أساسا أيضا بهم يعني على مدى عام بين قوسين منذ المعركة الأولى لم يتم تجيز أي شيء يعني كان هناك فيه فشل حتى بالمعنى الأمن والأسكري من قبلهم بكل المستويات لا تكفي النهايات الدراماتيكية التي يتم فيها الرساء للبراء من المسؤولية هناك هزيمة حقيقية المدلسة الانتقالي لأداءه المتوسط والعداي كان معلن عن أهدافه على مدى كل الفترة الماضية وكان يتحييى مهين فرصة ووجدها بينما الآخرين لم يقابلوها سوى بالفشل يعني لدينا كارثة حقيقية حدثت تم تصفية الحضور الرمضي للشرعية حقيقة في عدن على يد المدلسة الانتقالي والآن نحن يتم تدارك الأمر بطريقة غير واضحة ولا غير مرسومة لدينا مشكلة في أداء مؤسسات الدولة في أداء المسؤولين والحكومين قبل الذهر إلى تحميل أي طرف وهم مسؤولين بالتأكيد كل من التعالف والمعارف دعمت المدلسة الانتقالي بالتأكيد في هذه المغامرة المجنونة والكل والمملكة لكن هي مسؤولية في الدولة اليمنية قبل كل شيء من قعلت الأمر يسيرا أمام هكذا طيب الآن بعد 40 مدنيا يعني الأمم المتحدة تقول أن 40 مدنيا قتل أكثر من 260 أصيب هل ما جرى كان يمكن أن يعني كل هذه المعارك وكل هؤلاء القتلى كان يمكن لهم أن لا يسقطوا وأن لا تحدث هذه المعارك لو يعني انتقل الميسري قبل أن تحصل المعارك وخرج كما حدث الآن في نهاية المطار يعني الآن نحن في إطار استراضات هذا رقم في الحواء وذي لا تحلوك ماذا لو حدث لأننا نتعامل مع حقايا هناك أعداد كبيرة من القتلى من الأسكريين لأن هناك حديث على أن المعركة يعني سيد مختار رحبي وهو معنا الآن يقول على أن المعركة يوم لك ويوم عليك الميسري أيضا يتحدث على أنها لن تكون المعركة الأخيرة يعني وفى من هذا هذه ثاني معركة سيدي هذه ليست الأولى وليست فقط الثانية حين المشكلة ليست في كون الوقاعة قابلة للتصرف هذه المشكلة هي مفصحة تماما عن ضعف حقيقي ليس ضعف فشل حقيقي أساسة إدارة المؤسسات التابعة للدولة بما فيها الجيش يعني على مدى أربع سنوات أنت المتصفة أن تبني ألوية حقيقية للدفاع عن مؤسساتك خليك اللي يخوض من المعركة ضد الحوطيين لكن حتى الذين يحموا مؤسستك ومواقعك الرسمية في ظل تحدي أساسي ووجودي كان يشكله المجلس الانتقالي على مدى عامك الموضوع ليست يوما لك يوما عليك المشكلة هي تحديدا في كيفية إدارة هذه الدولة المؤسسات وقيم هؤلاء المسؤولين بمهامهم يعني الآن الحديث فقط عن عليه عبد الربو منصور هذا هو هذا حقيقي لكن كمان يجب الحديث عن نائب الرئيس يجب الحديث عن معين عبد الملك رئيس الحكومة عن مزير الدفاع عن رئيس الأركان عن كل المسؤولين عن التشكيلات العسكرية والأمنية في البلد أين هم وماذا يفعلون يعني لا يمكن التعويل فقط على هذه النهاية التراديجية للحدث ونقوم برساء الأبصال الشجعان وما إلى ذلك لا يجب أن تكون هناك مسائلة ومسؤولية وهذا لا يحدث في اليمن حيث طبيعة التشكيلات التي ننشط عليها الدولة على مدار بعض النوات هي تواكلية هي تعيونات بالصداقة أو بالولاء والعصبوي الحزب هي تعيونات في الضبط طابع فهذه المشكلات الحقيقية تجعل أي طرف قادر على هجم الوحدات التابعة للدولة تفضل بالبقاء سيد المثحجي إذن أين هم المسؤولون الحكوميون وماذا يفعلون يتساءل سيد المثحجي يعني في سياق ما جرى خلال الأيام الماضية ما هو الرد سيد مختار رحبي طبعا من الجمعي نحن لدينا شراكة مع الحالق العربي وفخامة الرئيس طوال الأيام الماضية وهناك ذقاعات متعزدة فخامة الرئيس ذاته الذي اتهمه السيد الميسري بأنه صمت خلال أربعة أيام نعم يعني فخامة الرئيس ذاته الذي اتهمه السيد الميسري بأنه صمت خلال أربعة أيام عندما كانت الإمارات تذبح الشرعية في عدن من الوريد يلا الوريد نحن لا نبرر ليصمت لا نبرر لماذا لم يتحدث شواء الرئيس أو نائب الرئيس أو رئيس الوزراء أو بقية المسؤولين نحن نقول أن المملكة العربية السعودية دخلت بوساطة وهذه الوساطة هي التي جعلت من الجميع أن يصمت ويتيح المجال ولكن هذا لا يجعل ما نبرر لهذا الصمت بالفعل الأبطال في الميدان كانوا ينتظرون المساندة من وزير الدفاع من رئيس هيئة الأركان من رئيس الوزراء من نائب الرئيس من الرئيس أيضا من رئيس مجلس النواب الجميع صامتون لماذا فقط نحمل فقط المسؤولية لرئيس الدولة مع أن الجميع مشتركين في هذا الصمت وفيما حدث رئيس الوزراء رئيس مجلس النواب القيادة العسكرية وزير الدفاع الجميع الجميع كان ينقضر دور هذه الوساطة لكن دعني أقول لك أن الميسري والأبطال في الميدان تعرفوا ودافعوا عن مؤسس الدولة ببسالة وشجاعة من قطعة النظير مع أنه هناك فارق مهول وقارة كبير في التسليح وفي الدعم هناك الميليشيات كانت الدعم يصل لها من مأسكر الإمارات في البريطة يصل لها بشكل مستمر الدعم المالي الدعم العسكري المشتقات النصرية الدعم كان مكتوح لهم وكانها معركة مصيرية تقودها الإمارات ضد الدولة الشرعية ولكن نقول الآن محلولاً أما موقف مختلف الخارجي اليمني تحدثت واتهمت دولة الإمارات بشكل صريح وواضح بأنها هي منطقة خلق هذه الميليشيات وخلق هذا الإنقلاب بالتالي نحن الآن أمام سيناريو جديد وأمام قرارات جديدة من المحترض أن يتم الاتفاق عليها وإعلامها هذا اليوم أو يوم غداً بعد اللقاء أنها سيتم من قبل من التي تم تقديمها العام الماضي حينما أرسلت دولة الإمارات مجموعة من جنودها لاحتلال بزيرة سقطرة أحسلت الميناء وكذلك المطار تم تقديم شكوة للمجلس الأمن الدولي وتحرك الأعالم وتحركت الدول الصديقة والشقيقة لدعم الدولة الشرعية ولدعم حقها في طرد الإمارات من اليمن وأيضاً هناك خيارة أخرى يمكن أن تتخذها الحكومة اليمنية منها قطع العلاقة مع الإمارات وصحب السفير وطرد السفيرها بالسفير الإمارات هناك خيارة تعدد تقديم أيضاً شكاوى بمقامة انتهاكات وجرائم للمنظمات الدولية إنشاء سجون السرية إنشاء أيضاً الميليشيات التي تعمل خارج إطار الدولة دعم العنصرية ونشر المناطقية السيطرة على الموانئ والجزر السيطرة أيضاً أدنا قواعد أسكرية بين التنسيق مع الشرعية هناك ملكات متعددة مسألة دعم الإنقلاب على الشرعية ربما هو يكفي لجب أي حسنة أخرى كانت خلال الفترة الماضية على الأقل هذا على لسان المسؤولين الحكومين الجمالين أشكرك على كل حال شكراً لك على تواجدك معنا سيد مختار الرحبي مستشار وزارة الإعلام كنت أبعنا عبد الهاتف من جدة بالعودة إليك سيد المتحجي ما هي الخيارات لدى الشرعية ما الذي يمكن أن تقوم به الشرعية هذا الأمر لم يكن ما حدث لم يكن الأول إذا كان انقلاباً فقد حدث انقلاب قبل ذلك كان الناس على الأقل في الانقلاب الأول يقاتلون على الشرعية القشيبي قتل في عمران الآن في سقطرة وفي أحداث عدن وفي أيضاً في عدن الآن الميسري لم يصل إلى ذلك الحد وبقية المسؤولين معه ما الذي بيد الحكومة الشرعية القيام بسيد المتحجي في الواقع حقيقة الأمر سيد المتحجي أنت معي سيد ماجد يبدو أن هناك خلل في التواصل مع سيد ماجد المتحجي من القاهرة ورحب بمن ينضم إلينا من العاصمة الأردنية العمان سيد أنيس منصور المستشير لعلامة السفارة اليمنية في الرياض ورحبك سيد منصور إذن تصريح لي الميسري وكذلك بعد ذلك كان هناك قمة موصفة بأنه قمة سعودية يمنية للرئيس هذه والملك سلمان كيف تجد قادم الأيام بالنسبة في ما يتعلق بالوضع في عدن والمحافظات الجنوبية بشكل عام أخي العزيز لا أدري من أين أعطيت الإجابة لكن دعني أقول لك أننا كنت دائما ما أطلع معكم ومع بعض وسائل الإعلام التحلي والدولية ويسألوني أين السعودية؟ ما هو موقف السعودية؟ لماذا قمت السعودية؟ لماذا هكذا؟ وكذلك أشعر أنه نختطيح عن نزال بأن تفضي ضبابية اللي حصل اليوم أن السعودية حددت موقف واضح هذا الموقف الواضح هو أنها راضية بما تمارسه الإمارات من عدن والدليل على ذلك مجموعة من الخطوات الخطوة الأولى رفض خروج الرئيس بإستاذ سرارة رفض منع الرئيس من عمل كعديل وزاري ونافع وزراء خالي الوزارة حقا منذ ثلاثة واربع عشر ومقية وزارة خارجية ووزارة منهم جدا الأمر الثالث عدم الرئيس سلم أراد أن يصدر أو أن يعمل موقف ليطلع للشعب يأتي إليه بياسة العسواء والضاف والتخدير والتلطيف وتغيير المسار هذا نابد أن يكون واضحين أنا أحدث معك الأمر الآخر فكل ما حصل بدأت عملية المقاومة التي حصلت في عدن وكانت وزير المنائب الرئيس ووزيرة الداخلية في ضمن المتواجدين وتم التباة لمدة أربعة أيام حتى جاءت التعليمات في عملية الانتحاب فحصل الانتحاب وحصل إخراج وزيرة الداخلية لكن شجاعة والدين الداخلية كانت واضحة وهو يتحدث بوضوح من الذي خاتلنا ولماذا صمتت الرئاسة ولماذا صمتت السعودية الكلام من نائب الرئيس والمزراء والدين الداخلية له معدى له قيمة له أكبر يمثل دولة ويؤكد ما نتحدث عنه لأنه لا أشكل كلنا نظل على أنه سيتم المعارجة أمام الإحسكال الذي حصل وأمام انزعاجنا بالشرعية وأمام الوضع الذي كان مؤلم جدا أرادت السعودية أن تخفف عن الشرعية هذه الأنحالة وقامت بإصدار بيانة تحالو بيانة مجيزية السعودية لكمة يمنية في مكة كل هذا الكلام ليس له قيمة ولا واضنة أنا أتحدث وقاطب الجمهور والمستمعين والمشاهدين لا يوجد أي بطيط عمل لا يوجد أي بطيط أمل بهذه التحركات في إطار البحث عن حلول ويعود لنا سيد ماجد المدحجي وأنا أسألك سيد ماجد السؤال ذاته الذي كنت سألتك قبل أن تغادرنا أو قبل أن تحصل الإشكالية ما الذي بإمكان الحكومة الشرعية أن تفعله في واقع الأمر إذا كانت هناك مشكلة مع الإمارات كما هي تصريحات الوزراء ما الذي يمكن لها أن تفعله خاصة أن السعودية يبدو أنها غير قادرة على أن تكون الإمارات خارج تحالفها في اليمن طبعاً واضحة سعودية تحضر معركة لا تريد الاستغناء عندما أوتق حلفاءها فيها لكن يمكن أن تناقش الأمر بالصراحة أقصد عندها لدينا مشكلة حقيقية أسفاً في أداء الحكومة فيما يخص مناقشة سلم أولوياتها والتهديدات التي تشعر فيها ومشاكلها يجب أن تتحدث فيها بصروح لكن لا يتم الحديث الصراحة لدينا أقطاع داخل الحكومة لدينا مشكلات داخل الحكومة وأكثر المشاكل السوءاً هي غياب الرأس اللي هو رئيس الجمهورية تحديداً لديه غير قادرة التفاعل من دون وجود استراتيجية عمل حكومية تجاه هذه التحديات المناطية المشكلات مع التحالف وإعادة تصلاح العلاقة فيها مع السعودية والإمارات المشكلة هنا هي ليست فقط مع طرفاً الإمارات لديها جهندة سياسية واضحة تخص بدعم حلفاءها في الجنوب هذا الأمر معلن من سنتين لا يمكن الآن الحديث فجأة عن العدو والإمارات بين القوصين يجب أن يكون هناك سراتيجية واضحة في التعامل مع عدد التحديد منذ سنتين ولم يتم ذلك أيضاً مع المشكلة في العلاقة مع السعودية يجب إصلاحها بشكل واضح هذه المتائل لا يمكن إطلاحها الآن وفي الحال لكن يجب عليها لأنها في الأخير هي كاشفة عن المشكلة أساسة في أداءة تقيد إدارتك لملفاتك الحكومة اليمنية خاضعة أو منطق إدارة الشرعية كله خاضع أساساً لتقادبات بينية بين الأطراف لدينا مشكلة عميقة في علاقة تستيقى بين الأطراف المشكلة لمصفوفة الحكم الشرعية والأطراف السياسية الدائمة الشرعية هذه لديها مشكلة حقيقة يجب إنقاش المشكلات فيما بينهم أيضاً يجب أيضاً النظر في كيفية إدارتك للحكم بطريقة حقيقية هذا ليس موجود لدينا منظومة من الحكام يعيشون بين قوسين على التربح والاستفادة من استمرار هذه الحرب لا حسمها هذا حقيقة قائمة والكل يدركها في الحكومة الشرعية طيب قبل ما تناقشت تحديات الحقيقية القادمة من علاقتك بشركاء السياسية فهيضاً ناقشت تحديات الجزئية المتصلة بكثير إدارتك للحكم وأداءه هذا شيء موجود إذا كان الناس يموتوا في جذب من أجل حماية موضوع الشرعية فأنت تمارس تستاذ غير مسبوك اعتماداً على هذه الدماء التي تضل لا يمكن أبداً أن تخوض إطلاعاً في علاقتك مع الشركاء في هذه الحرب وأنت أساساً لديك بالشيلة حميقة في إدارتك لهذه المعركة وفي حكمك للمناطق التي تحت سيطرتك عزيزي هذه مسائل لا تقسم هذه مسائل ستتجاور مع بعضها إذا استطعت أن تنجح في الأولى ستنجح في الثانية لا يمكن أن تنجح بواحدة دون الأصلاح طيب خلال الأيام القادمة ما هي السوناريوهات التي تراها لليمن للمحافظات الجنوبية ولليمن عموماً طبعاً لا أعتقد أنه بالمعلة السياسية نحن نشهد بهذا لانتصال في وقت الحال واضح أن هناك إرباك إرباك الذات والأفراد فيما فيهم المملكة والإمارات والحكومة الشرعية الآن في محاولة إذا صح لعدد ضبط المصنع والعودة إلى الأمور لمرحلة قبل أحدث ثمانية ثمانية هذه الوقاعة تحقيقاً ستبقى معقدة لأن الأثر السياسي نتجعاً هذه المغامرة العسكرية المجلسة المتكالية وهو تقويض حضور الظنزية بشكل كل في عصن عصباً الآن الأرضية السياسية التي تخض بإسمها الحرب ضد الحوطين وهي استعادة صنعة أساساً ضعيفة لأنك إذا كنت لا تستطيع حماية العاصمة الثانية لك من شركاءك من المجلسة المتكالية ومن حلفاءك الإقليمين فكيف أساساً تخض حرب ضد الحوطين تتساول الأسباب هذه مشكلة عميقة حتى في مدد سعودية حتى لدك هذه المسائل أعتقد يجب أن تناقش هذه اليومين وستثناقش لكن لا أدل بأي لأقالب ووضوح هل دولار ما هي مضامين هذا الاجتماع ما هي السيناريو هو المتوقع لأنه في أحاديث لا أحد متأكد منها تتحدث عن الحكومة قديمة في هذا المجلسة الانتقالية وهذا تحدث عن العلم بربع الأول التي حدثت فيها المشكلات والتي على إثره أصلاح القرق عيدة بسزابيبي وغاني بنبرك من الحكومة السارقة يعني في الأخير حتى الآن لا شيء واضح بكيفية التعامل مع النتائج ما حدث في 880 شكرا لك سيد ماجد المتحجي الباحث السياسي كنت معنا عبد الهاتف من القاهرة بعودة إليك سيد أنيس منصور يعني فيما يتعلق الأيام بالنظرة إلى الأيام القادمة الآن كان هناك هذه القمة ما بين الرئيس والملك سلمان والمسؤولين الحكومين لكل البلدين أيضا هناك تصريحات ودعم إلى حد ما دولي كامل بما يتعلق بدعم الحكومة ووحدة اليمن وسلامة أراضي ما المنظور من وجهة نظرك طبعا أولا الأيام التي كانت في مساء اليوم هي كدف على دعم الشرعي ودري مخاروة الرئيس التدعوى الوقوف إلى جانب الإيمان والاستقرار ورفضه الملك سلمان شخصيا تحدث بمنطقة هكذا رفضه ممارسات المجلس الانتقالي التي تستهدف مؤسسات الدولة العسكرية والشي رائع جدا أو إيقابي أو بطيس أمال أنهم أمس تموها أطراف يمنية اليوم استخدموا أسلوب الميليشيات الانتقالية التي تستهدف الدولة العسكرية والأمينية وهذا أعتقدنا أنه استخدموا الكطاب ويعني شيء إيجابي لكن يظل الأخوة وارد يعني أن نحن ذاهبين إما إلى أمرين على الإخوة السعودية أن يكونوا صادقين فيما هذا طرحنا وطرح إعلامي وكياسي وأيضا قد يقولوا في الملكة العربية السعودية أما أن تكونوا صادقين مع الشرعية بدعم الشرعية بقوة وتعزيز وجودها في المناطق المحضرة وتوقيف عبادة الإمارات أو قولوا لنا أن الشرعية مجدية ولا أسفنا ولا مجدلاء يسلموا الأمور لأدوات الإمارات وهم يتحملون تداعيات وأتباع ما فيكم هذا أما أنه يتم استدعاء فريق من المجلس الانتقالي لعب التحاور يتحول إلى ند أو إلى يعني نف اكترار وطيقة السلم والشراكة التي حصلت بين الحقيين والدولة فستتكرر الآن مع الإنقلابين في جلوب والدولة أيضا أن يتحول هؤلاء إلى طرف وهم جزء من الشرعي يتحدث عنه عندما تحولهم إلى قسم ويدخلوا في المعادرة السياسية ثانيا المجلس الانتقالي لا يمكن الجلوب المجلس الانتقالي الجلوب مكون من 17 مكون موجود المجلس الانتقالي عبارحا مكون وهو لا يؤمن لا بخذية الجلوب أنا أقول لك الإمارات لو قالت لهم الوحدة اليمنية فيأخرج في استخرج الفتاوين والأحاديين والآيات وأقوال الصحابة والتابعين والتابعين الذين أعكدوا على مثلا التوحد والاعتصار هؤلاء مجموعة والمرتزقة ليسوا الدولة هؤلاء 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 يبهدوا لمشروع الإمارات والإمارات فقط والدليل على ذلك أنه المحارض ضد الشمال والشماليين والبصداء بينما المحسر الشمالي الموجود في قديلة الشعب لم أحادي مستقبل يقوم بحلقته هذا تعجيل على أنهم مضوعة من المسجرين والمرتزقة الإمارات طبيعتها في كل الدول لا تعتمد إلا على مرتزتها دولة كلها ارتفاع دولة كلها فتن وبالتالي تستخدم هذه الأوراق الذين دخلوا أنا أريد أن أطرح أيضا كلام تحدث التحالف وأرعد وأظبت أنه سيضرق وأنه سيعمل وأنه سيخرج إلا أن يخرجوا ولا يسلهم معذكرات أنا أقول للجملاء في القيس في كلام لتهم الإعلامية ولي المشاهدين والصحابيين والمتابعين لا صحة لما يطال ما زالت بالإنشياة المجلس الانتكالي للإمارات للخزام الأمن متواقجة فيه معذكرات الحماية الرئاسية ومتواقجة في المعاشر مارسة الناف ومارسة السلب وقامت تعملي التفصيات بعض الأسرع ما زال هناك مصطفين وما زال هناك جرائم جد الإنسانية ترتكب والعيد الذي نحن لابد أن نفرح فرحة العيد الوضع مأساوي جدا صنعه وهؤلاء ولابد أن يكون هناك حسن وامح لا نفرق على أنفسنا ونغارق ونستنى في المغالقات في ما حصل في موضوع الحوثي وانكرام الحوثي حتى وقع الفاس ثانيا هلن نقول أن البلاد قد تمره لكن سيدفع هؤلاء الذين يراهلون على معامراتهم وعلى أصناعهم خامسا أن أصبح الشعب اليمني يعيد حجم المؤامرة أن الذي أراد أن ينقذ الشرعية ويعيدها للصنع إذا به يغرقها ويغرقها من عجل باختصار والسلام عليكم ورحمة الله أخي شكرا لك المستشار العلامي للسفارة اليمنية في الرياض سيد نيس منصور كنت معنا عبر الهاتف من عمان شكرا لك وشكرا لكم مشاهدين الكرام إلى اللقاء شكرا لكم